الهدف الرئيسي والأشمل لعملية اصلاح مجلس الأمن وتوسيع عضويةه هو ضمان أن تكون كافة المجموعات الجغرافية والإقليمية ممتلة بشكل عادل ومناسب في عضوية مجلس الأمن الموسع وفي هذا السياق أود التأكيد على أن المجموعة العربية تستحق في ضوء خصوصيتها السياسية والثقافية والتراثية الحصول كمجموعة قائمة بذاتها على تمثيل في مجلس الأمن الموسع وود في هذا الصدد الإشارة إلى أن المجموعة العربية تمثل نحو 350 مليون شخص وتضم في عضويتها 22 دولة بما يمثل قرابة 12% من العضوية العامة للأمم المتحدة